نضم معنا مباشرة من كربلاء المقدسة المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهابة سيد صباح النعمان أهلا بك سيد صباح اجتماع مهم لرئيس الوزراء مع الجهاز والتأكيد على الأمن الداخلي واستقراره هل سنشهد خطط جديدة للجهاز تخص الأمن الداخلي؟ شكرا جزيلا تحية لكي ولكادر ومشاهدية قناة تأكيد الزيارة التي قام بها القادة العام قوات المزلحة يوم أمس هي زيارة تاريخية ومهمة جدا وبتوقيت مهم خلال هذه الفترة على الصعيد الخاص لجهاز مكافحة الإرهاب وتطوير خططه وبرامجه ومنظومته القتالية أولا على الصعيد العام في مرحلة تشهد تنامي قدرات الحكومة العراقية وتسارع وتيرة العمل الخدمي والتنووي الذي شرعت به حكومة السيد رئيس الوزراء القادة العام قوات المسلحة منذ تشكيلها ولحد الآن وبالتأكيد هناك تحديات كبيرة أمام استمرار هذا العمل الخدمي وحكومة الخدمات والتنمية هي جاءت متزامنة مع الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد فلذلك هي متزامنة ومتوازية الوضع الأمني مع تقديم الخدمات وبالتالي الحكومة قامت عليه بسبب هذا الوضع الأمني وبالتالي يجب على القوات الأمنية أن تكون متيقظة وداعمة لهذا الجهد الحكومي ولجهود السيد القادة العام قوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في دعم مشروع التنمية وخطط التنمية وبالتالي جاءت زيارته يوم أمس لتأكيد هذا الرؤية وهذا المنهج الذي تعمل عليه الحكومة وضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجباتها لتعديز وضمان استمرار الأمن وبالتالي زيارة يوم أمس لمقر الجهاز بتوقيت مهم جدا في ضوء قيادة جديدة لجهاز مكافحة الارهاب على تسلم الفريق الرئيس الكريم التميمي مهام عمله كرئيس الجهاز مكافحة الارهاب ولديه منذ تسلمه مهام الجهاز وضع رؤية وخطط مستقبلية لتطوير عمل الجهاز على المستويات البشرية ومستويات التقنية وأيضا تنوع المهام اللي ممكن أن يقوم بها جهاز مكافحة الارهاب فيوم أمس كانت هذه معروضة أمام طاولة الحوار أمام سيد رئيس مجلس الوزراء القادة العام وقوات المسلحة استمع إلى شرح وافي لقدرات الجهاز وجهوزية الجهاز واطلع على قدرات كل تشكيلات الجهاز من قيادة قوات الجهاز والقيادات العمليات الخاصة وكان هناك أيضا توجيهات مهمة للقادة العام وقوات المسلحة لاستمرار الجهاز بهذا العمل شهداء الجهاز والجرحة كانت حاضرة في ضمير وفي حديث القادة العام وقوات المسلحة لمسنا حرص منه لضمان وحصول شهداء الجهاز لمكتسباتهم ولحقوقهم والشهداء والمنتسبين وبالتالي كانت الاتفاة مهمة من قبل القادة العام وقوات المسلحة لتضحيات جهاز مكافحة الإرهاب أيضا كان الجهاز منذ تأسيسه هو قوة تأتمر وتتبع إلى القادة العام وقوات المسلحة وبالتالي مهام الجهاز وفوق ستراتيجية الجهاز هي لتحقيق الأمن في العراق وهذا الأمن يشمل كافة الجوانب وليس فقط جوانب الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها هذه التنظيمات هي في أضعف مستوياتها ولا تشكل تهديد وبالتالي يجب على الجهاز أيضا أن يكون متأقف ويحدد باستمرار التحديات والمخاطر التي يمكن أن يشهدها المجتمع العراقي والوضع الأمني في العراق ويضع الحلول والخطط المناسبة لذلك ذلك اطلع السيد القادة العام قوات المسلحة يوم أمس على رؤية الجهاز المستقبلية وخطط الجهاز والمهام التي وضعها الجهاز لتعزيز هذا الأمن وضمان تعزيز الوضع الأمني وعدم التعرض لأي من تهديدات التنظيم الإرهابي تنظيم داعش أو غيرها من التنظيمات أو من يحاول أن يعكر صفو الأمن الذي يتحقق في العراق طيب يعني جهاز مكافحة الإرهاب يحصل على الدعم الكامل من قبل رئيس الوزراء بكل ما يحتاجه هذا الجهاز وأنت تحدثت عن سيد صباح عن دعمه للمفاصل الإدارية ليكون هذا الجهاز فعال بأكبر نسبة ممكنة لكن ماذا عن التسليح؟ هل هناك خطوات فعلية لدعم جهاز مكافحة الإرهاب؟ نعم حقيقة في الفترة الماضية شهدنا دعم من قبل القادة العام قوات المسلحة لتعزيز المنظومة البشرية لجهاز مكافحة الإرهاب وكان خلال الفترة الماضية لأول مرة منذ عام 2015 نشهد فتح درجات أو توفير درجات وظيفية إلى جهاز مكافحة الإرهاب نعم هي ليست بالعدد الذي كنا نطمح لها لكنها أيضا عدد مهم جدا وهؤلاء خضعوا لكل المعايير والقياسات التي يعتمدها الجهاز في منظومة التطوع وخلال الفترة المقبلة سنشهد تخرج هؤلاء من الأكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب بعد أن خضعوا لتدريبات مهمة جدا وسيكون عامل مهم لتعزيز منظومة البشرية لقوات جهاز مكافحة الإرهاب أيضا هناك عمل مهم جدا للجهاز بتطوير القدرات الفنية وخاصة في مجال الاستخبارات وأن يرتقي الجهاز بعمل الاستخباري ويعلم الجميع أن الجهاز مكافحة الإرهاب هو جهاز أمني استخباري وبالتالي نعمل الآن على تعزيز المنظومة الاستخبارية بأحدث التقنيات الفنية واضمن على التقنيات البشرية أيضا خلال زيارة السيد القادر عام قوات المسلحة أيضا اطلع على واقع إنشاء أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب وهذه الأكاديمية تكلمنا عنها في فترات سابقة ويستكون أكاديمية ممكن أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط يوم أمس استمع السيد القادر العام إلى آخر المراحل التي وصل إليها تشكيل هذه الأكاديمية وأوعى بتضليل كل الصعوبات وكل المعاضل والمشاكل وأن يتسارع العمل في إنشاء هذه الأكاديمية بوقت أسرع من الوقت المحدد وهذا ستشهد قفزة نوعية جدا في مجال التدريب وتقنيات التدريب لمستوى منتسب الجهاز أيضا من ناحية طلع على جهوزية الجهاز من العجلات ومن الأسلحة وأوعى سيادته أيضا بتعزيز قدرات الجهاز وتشكيلات الجهاز بأحدث الأسلحة وبأحدث العجلات التي تتناسب مع مهمة جهاز مكافحة إرهاب وتحافظ على المستوى العالمي والسمعة التي وصل إليها الجهاز يعني الجهاز لهذه السنة ويمكن لأول مرة أنا أعرضها من شاشتكم الكريمة أن الجهاز هذه السنة قد حافظ على مستوى اللي وصلها للأعوام الماضية هو لا زال في هذه السنة بالمستوى الرابع عالميا من ضمن أجهزة مكافحة الإرهاب وبالتالي هذه السمعة وهذا المستوى والمكانة أصبح الجهاز هو قوة إقليمية وذو سمعة دولية وتتعدى سمعته السمعة المحلية وبالتالي نحتاج إلى أن يبقى الجهاز محافظ على هذا المستوى من حيث التقنيات الفنية ومن حيث الأسلحة والتجهيزات والمنظومات التي يجب أن يمتلكها الجهاز لكي يحافظ على هذا المستوى ويكون أيضا قادر على تنفيذ كل المهام اللي موكلة له وفق وفي ضوء توجيهات السيد القادر عام قوات المسلحة لأن الجهاز خلال الفترة المقبل إن شاء الله سيجهد تنفيذ مهام إضافية ومهام مهمة جدا سيكون لها انعكاس إيجابي أكبر على المستوى والوضع الأمني في العراق نعم سيد صباح نعمان المتحدد باسم جهاز مكافحة الإرهاب انضممت معنا مباشرة من كربلاء المقدسة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة